تتواصل فعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي يعد واحدا من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة العربية التي تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل شامل ومستدام للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل عوض الغنام إليك عوض تحياتي فاطيمة بفعل كما أسلفتي على مدار يومين وتبقى غدا وبعد غدا استمر هذه الفعاليات المهمة للغاية بالأبس كان حوارا مستفيدا حول الإعلام التنمية ودور القطاع الخاص وشراكة المنظمات المجتمع المدني اليوم الأسطورة مغيرة بشكل كبير للغاية ربما البداية كانت مع نادو مستفيدا حول رؤية مصر الرؤية الخاصة المصرية للتنمية المستدامة التي بدأت عند 2016 ومستمرة حتى 2030 وتم الاستفادة فيها من قيادات وزارة التخطيط حول هذه الرؤية ودعائمها ومعالمها وملامحها وهي تعتمد على حوار مع الشباب بل الشباب أصبحوا قيادات نافذة في الدولة المصرية وأغلبهم جزء كبير مساعدين للوزراء التاقة المتجددة البنية التحتية الاهتمام بالعديد من الأعمدة الرئيسية لفكرة الخطة المستدامة التي مذالت في طريقة صحيحة ومن منعكس إيجابنا على مستوى نموه هو الأفضل منذ 2013 حتى الآن ممثل البنك الدولي في هذا الحضور أشهد على أهمية توطين فكرة الخطة المستدامة أو الرؤية الخاصة بالتنمية ضربة للمسأل بذلك بالصين وكولومبيا وفيتنام بينما كان هناك محاضر مهم للغاية هو في جماعة جورج واشنطر المتحدة الأمريكية ربط ما بين دكتور صلاح حسن ربط ما بين الهوية الوطنية والتنمية المستدامة مؤكدا على أن مصر هي من أوائل الدول التي تتميز بهذه الميزة النسبية دون عن غيرها لقيمتها الحضرية والتاريخية الحوار ماذا لمستمر نحن الآن بعد دقائق هناك ندوة مهمة للغاية حول الربط ما بين التنمية المستدامة والمدن الحديثة والمدن العصرية وبعد قليل هناك جلساتين مغلقتين الأولى خاصة بالتنمية المستدامة للتجربة في العراق وأخرى في السودان هذا هو الملخص المشهد حتى هذه اللحظة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة عود عليك فاطيم أشكرك شكرا جزيلا الزميل عوض الغنام كنت معنا من داخل مقارنا قاد فعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شكرا جزيلا لك